بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي من جديد في مراجعة لما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول اليوم إن شاء الله رح نستكمل مراجعتنا للحصة الثالثة يا أبطال من خلال جميع الدروس اللي درسناها الفصل الدراسي الثالث يا أبطال نحاول نستذكر مع بعض واش أخذنا في الحصص الماضية ونربطها في حصص اليوم يا أبطال ونشاهد سويا أول درس معنا يا أبطال اللي هو درس إيقاف الكرة بالقدم ماذا نقصد بإيقاف الكرة بالقدم؟ إيقاف الكرة المتدحجة بالقدم من مهارات التحكم والسيطرة الأولى التي ينبغي أن يتعلمها الطالب أو الطالبة فهي تنمي التوقيت المكاني والزماني مع تحديد ارتفاع القدم خطواتها الفنية تتم هذه المهارة من وضع الوقوف للأمام وتستند القدم الأمامية على العقب على الأرض يتم بعد ذلك رفع العقب على الأرض بحيث يشكل باطن القدم زاوية حادة مع الأرض وتشير مقدمة القدم للأمام والأعلى بحيث يقابل باطن القدم الكرة لإيقافها ويراعى مد القدم الأمامية لتقابل منتصف الكرة وتنتهي المهارة بتوقف الكرة نتيجة الضغط على الكرة بين القدم والأرض القدم يا أبطال تكون بالوضعية التي نرى بالصورة هنا تقف على العقب تستقبل الكرة بباطن القدم هنا يا أبطال نوقف الكرة بالشكل هذا يا أبطال ترفع العقب بحيث أنها تشكل زاوية حادة تشاهدون كيف زاوية حادة؟ مجرد ما ترتف القدم بالشكل هذا تشكل يا أبطال زاوية حادة مع الأرض يا أبطال بكذا نستطيع إيقاف الكرة مهما كانت سرعة الكرة يا أبطال سواء كانت سريعة أو كانت بطيئة باستطاعنا إيقاف الكرة إذا تعلمنا الوقفة الصحيحة وإيقاف الكرة بشكل سليم يا أبطال هذا نموذج يا أبطال أيضا نشاهد نموذج ثاني لإيقاف الكرة بالقدم يا أبطال ترفع القدم على العقب وإيقاف الكرة يتم بباطن القدم أو ما يسمى بأسفل القدم يا أبطال خطوات تدرج مهارة أداء المهارة بدون كرة أولا نحاول أداء المهارة بدون كرة بعد ذلك نحاول إدخال كرة بعد ذلك نحاول إدخال لاعب منافس حتى نستطيع محاكاة مباريات كرة القدم ومحاولة السيطرة على الكرة حتى بوجود منافس من الأخطاء الشاعي يا أبطال ارتفاع القدم بشكل كبير ما ينفع أن نرفع القدم بشكل كبير حتى نسيطر على الكرة أيضا عدم الاستناد على العقب أثناء تأدية المهارة لازم تستند على العقب حتى توقف الكرة بشكل سليم وقلنا النباط القدم يشكل زوية حادة عدم مد القدم لمقابلة الكرة أثناء إيقافها معناتها لازم تمد القدم إذا أتت الكرة يا أبطال لازم تمد القدم حتى توقف الكرة لإيقافها يا أبطال بعد ذلك دخلنا على درس الوقوف على قاعدة ثابتة بقدم واحدة ماذا نقصد بالوقوف على قاعدة بقدم واحدة؟ هي أحد مهارات الاتزان ويجب معرف الطريقة الصحيحة لآداها بشكل صحيح شايفين هنا القاعدة الثابتة يا أبطال نقف على قدم واحدة والقدم للخلف وليدين نحفظ التوازن والنظر للأمام الصورة تشرح أداء المهارة يا أبطال يتم الوقوف على قدم واحدة والثبات بالاتزان على قاعدة ثابتة مرتفعة عن الأرض معناة القاعدة هذه يا أبطال ترتفع عن الأرض مقدار 20 إلى 30 سنتيمتر يا أبطال الخطوات الفنية يتم الوقوف والقاعدة منتصبة والرأس عمودي على الجسم معناتها أن جسمك هنا يكون منتصب والرأس عمودي على الجسم يا أبطال والنظر دائما يكون متجهين للأمام ويكون الوقوف على إحدى القدمين بالكامل يعني معناتها لازم نجيب قاعدة يا أبطال تكون صلبة وغير قابلة للكسر في مجرد الوقوف عليها ما ينفع مثلا أن نجيب كرسي بلاستيكي يا أبطال حتى لا يتعرض للكسر ونسقط لا سمح الله لذلك يجب أن نجيب قاعدة قوية جدا وتكون مرتفعة بمقدار 30 أو 40 سنتيمتر يا أبطال وتكون القدم كاملة موجودة على القاعدة يا أبطال والقدم ملاسق لسطح القاعدة واليد المعاكس لقدم الارتكاز تكون مرتفعة للجانب واليد الأخرى مفروضة بجانب الجسم لحفظ التوازن اليدين تكون بالشكل هذا اليد الأخرى المعاكسة للقدم يعني هنا القدم اليمين هنا اليد اليسار تكون مرتفعة أكثر من اليمين حتى تحفظ لي التوازن كم نثبت طيب يا أبطال؟ نثبت مدة 10 إلى 15 ثانية دون حركة يا أبطال من الأخطاء الشائع عدم التدرج عند أداء المهارة ما ينفع نأدي المهارة بشكل سريع يا أبطال الأول شيء نجيب قاعدة نتأكد من سلامتها وهذه من عوام الأمن والسلامة بعد ذلك نقف بشكل صحيح ومن ثم يتم رفع القدم مع اليدين والنظر للأمام ونتدرج في المهارة حتى نطبقها بشكل صحيح استخدام أدات غير مناسبة للوقوف وهذه من أهم الأشياء يا أبطال اللي لازم نعرفها هذه يا أبطال يجب علينا أن نستخدم أدات مناسبة تكون أول شيء مرتفعة قانونيا فوق الأرض بمقدار 30 إلى 40 سنتيمتر ويجب أن تكون قاعدتها كبيرة للسيطرة على القدم أثناء الوقوف وأيضا غير قابلة للكسر مثل ما نشوف بالكراسي اللاستيكية يا أبطال النظر للأسفل عند أداء المهارة ممكن يعرضك لإصابات يا أبطال وهذه من الأشياء الخاطئة اللي يقع فيها أغلب الطلاب النظر دائما يكون وين يا أبطال؟ أبطال يكون النظر للأمام بعد ذلك تخلنا على عنصر مهم يا أبطال من عناصر الليق البدنية فماذا تعرف عن الرشاقة؟ هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء جميع أجزاء جسمه أو جزء منها أنواعها عندنا نوعين يا أبطال عندنا الرشاقة العامة وعندنا الرشاقة الخاصة الرشاقة العامة هي قدرة الفرد على أداء واجب حركيين في عدة أنشطة رياضية مختلفة بتصرف منطقي سليم باختصار يا أبطال الرشاقة العامة يجب أن يكون عن جميع الرياضيين ونشرحها الآن أما الرشاقة الخاصة هي القدرة المتنوعة في متطلبات المهارة للنشاط الذي يمارسها الفرد باختصار لا تكتسب النشاط أو الرشاقة الخاصة حتى يكون مستواك متقدم بالرشاقة العامة الرشاقة العامة تكون عند أغلب الرياضيين في أغلب الرياضات يحتاج الرياضي أن يمتلك الرشاقة حتى ينتقل من مكان إلى آخر معناتها دائما أن الرشاقة مرتبطة بشكل جسمي يجب أن يكون شكل جسمي مناسب ووزنه مناسب حتى أدي تمرين الرشاقة بشكل جيد وحاول إدخالها في الرياضات المستخدمة يعني إذا أنا لعب سلة أو لعب قدم كل واحد له مهارات تتطلب الرشاقة أكيد فنحاول نميها من خلال الرشاقة العامة أما الرشاقة الخاصة تكون في رياضات جدا صعبة مثل لعب الجنبازة أو لعب القوة تتطلب رشاقة كبيرة جدا ولا يمكن أن تكتسب بوقت بسيط يفترض أن تتمرن بشكل أكبر وتحاول التركيز على رياضتك حتى تصل إلى مستوى عالية بطل العوامة المؤثرة عليها الأنماط والقياسات الجسمية يمين الأشخاص المتوسطي الطول والقصارقام الذين لديهم عضلات قوية إلى الرشاقة بدرجة عالية ومن حيث النمط الجسمية يمكن القول بأن الأشخاص النمط عضلي ولكن نحيف يمتلكون عنصر رشاقة أما النمط النحيف جدا بدون ما يكون عنده يا أبطال عضل ولا السمين فهم أقل رشاقة العمر والجنس تزيد رشاقة الأطفال بمقدار ثابت حتى يصل إلى سن 12 سنة وتبدأ بالتراجع بمجرد الدخول في سن المراهقة يعد البنون أو الذكور أقل رشاقة من البنات في سن ما قبل البلوغ بعد البلوغ يا أبطال تزيد رشاقة البنين بمستوى أعلى من البنات هذا في مرحلة ما بعد البلوغ الوزن الزائد لا يمكن أن تقترن الرشاقة مع الوزن الزائد يقلل وزن المفرط مباشر من الرشاقة فهو يزيد من القصور الذاتية للجسم وأجزائه كما يقلل من سرعة انقباض العضلات ونتيجة ذلك تقل سرعة تغيير أوضاع الجسم باختصار تخلص من الوزن الزائد أول شيء لحفاظ على صحتك وتتجنب الأمراض وبعد ذلك حتى تكتسب عنصر الرشاقة التعب والإعياء يقلل كل من التعب والجهد أو الإجهاد من الرشاقة لأن لهما تأثيرا سلبيا على مكونات القوة وزمن رد الفعل بسرعة الحركة فالتعب والإعياء يؤثرون يا أبطال ليس فقط على الرشاقة بل على جميع عناصر اليقى البدنية أو على أي رياضة تمارسها فإذا كنت تشعر بتعب أو جهد أو إعياء توقف عن ممارسة أي رياضة يا بطل تمارينيات تنميةها الجلوس على أربع دفع القدمين خلفا باختصار تجلس بالوضعية هذه يا أبطال وبعد ذلك تحاول دفع القدمين ومن ثم العودة إلى هذه الوضعية ومن ثم دفع القدمين مرة أخرى الجري المتعرج نضع أقماع أو قوارير ماء أو أي شيء بديل لهم ومحاولة الدخول فيما بينها أو تضع الأقماع يا أبطال ومحاولة إضافة الكرة والدخول فيما بينها وكذا نكون نمينا عنصر الرشاقة والتوافق أو الجري مع تغيير الاتجاه جري باتجاه ثم محاولة تضعها باليمين ثم اليسار ثم اليسار أو العودة للخلف يا أبطال كذا تكون نميت عنصر الرشاقة من خلال أداء تمارين سهل أداءها في المنزل تستطيع أداء التمارين هذه يا أبطال بعد نهاية الحصة وتنمية عنصر الرشاقة لديك يا بطل بعد ذلك دخلنا عن العدو الصحيح في خط متعرج فماذا نقصد بالعدو الصحيح في خط متعرج؟ العدو هو نقل ثقل الجسم من قدم إلى الأخرى ما تبادل وضعهما ويتخلى له فترة طيران في الهواء وقلنا سابقا في درس العدو يا أبطال أن الفرق بين العدو والمشهنة يوجد فيه طيران في الهواء لثواني معدودة يا أبطال وفيما يلي نذكر خطوات الفنية أثناء العدو في خط منحي الخطوات الفنية الجسم في وضع مائل قليلا للأمام والجهة التي يكون فيها خط الجري جسمك يكون مائل للأمام ويكون الجسم مائلا لخط الإنحناء إذا كان دائما يسار فيكون الكتف الأيمن أعلى من الكتف الأيسر المرونة والسرعة في تغيير حركة الجسم متوافقة مع اتجاه المنحنى وشدة الإنحناء اليدامة ثنيتان أمام الصدر حركة الرجل الأمامية للأمام في خط مستقيم مع ثاني مفصل الركبة قليلا أيضا حركة الرجل الخلفية للخلف في خط مستقيم مع ثاني مفصل الركبة قليلا دفع الأرض بسلميات الأصابع ويبهام القدم والهبوط على مشت القدم معناتها يا أبطال أنه أنا أجري بخط مستقيم ثم يبدأ خط الإنحناء ويوجد خطين منحنة يا أبطال يفرق حسب طول السباق إذا كان 200 أو 400 أو 800 فإذا وصلت إلى خط الإنحناء رح يميل جسمي إلى جهة خط الإنحناء حتى أحاول أن أحاكي خط الإنحناء حتى أرجع إلى الخط المستقيم من جديد يا أبطال فكلما زادت شدة الإنحناء كلما زاد شدة ثانية الجسم إلى اليسار قليلا فيكون الكتف الأيمن أكيد أعلى من الكتف الأيسر لأنه دائما يكون الميلان للأمام واتجاه الخط الإنحناء يا أبطال أيضا تكون يدين مثنيتان أمام الصدر يا أبطال ويكون دفع القدم بأصابع القدم ومشت القدم ويكون هبوط أيضا على المشت يا أبطال ولا يكون على الكعب أبدا أو على القدم كامل يكون بالمشت وصل الميات الأصابع والهبوط على المشت يا أبطال هنا شايفين يا أبطال عندي هنا خط مستقيم هذا سباق 100 متر أي سباق 100 متر صفر منحنة لا يوجد فيه منحنة هنا يا أبطال يبدأ سباق 200 متر فيكون لدينا في سباق 200 متر كم منحنة واحد يا أبطال أما في سباق 400 وسباق 800 في سباق 400 نستخدم هذا المنحنة مرة واحدة وهذا المنحنة مرة واحدة وفي سباق 800 أكيد أني راح أصل إلى عدد 2 منحنة وهنا 2 منحنة فيكون في سباق 800 راح أمر بأربع منحنيات وفي سباق 400 منحنيين وفي سباق 200 منحنة واحد أما في سباق 100 متر فيكون السباق في خط مستقيم ولا حاجة للعدو في خط متعرج يا أبطال من الأخطاء الشاعي يكون جسم مستقيم وغير مائل للأمام وهذا غلط ما يكون الجسم في وضع تصله بأبطال مد الذراعين بجانب الجسم قلنا ثاني الذراعين أمام الصدري أبطال حتى تحفظ للتوازن دفع الأرض بالقدم كامل قلنا تدفع بسلميات الأصابع والإبهام يا أبطال وليس بالقدم كاملة الهبوط على أصابع القدمين فقط أو على الكعب الهبوط يكون على المشطين مع أصابع القدمين يا أبطال بعد ذلك تخلنا يا أبطال على درس الارتكاز على مشط القدم وتغيير الاتجاه ماذا نقصد بالارتكاز على كعب القدم؟ الارتكاز من الوقوف على المشط وتغيير اتجاه الجسم لجميع الاتجاهات باختصار يا أبطال تقف على المشت وتحاول تغيير الاتجاه إذا غيرنا إلى جهة واحدة هذه تسمى ربع لفة إذا انتقلنا من الأمام إلى الخلف هذه نصف لفة وإذا انتقلنا إلى ثلاث لليمين ثم من الخلف ثم إلى اليسار هذه ثلاثة أربع لفة وإذا عدنا إلى المكان الذي بدأنا منه هذه تعتبر لفة كاملة يا أبطال فعندي ربع لفة ونصف لفة وثلاثة أربع لفة ولفة كاملة يا أبطال خلونا نشوف مع بعض يا أبطال الخطوات الفنية الدوران حول المحور الطولي مع عمل مثل ما قلنا ربع لفة أو نصف لفة أو لفة كاملة يا أبطال الارتكاز من الثبات بوضع مشت القدم على الأرض معناتها أن المهارة يجب أن تؤدى من الثبات وليس من الحركة ويوضع المشت يا أبطال على الأرض والدوران شايفين هنا الكعب المرفوع يكون على مشت القدم يا أبطال نشوف نموذج يا أبطال شوف هنا كان واقف بالاتجاه هذا هنا ما تسمى هذه يا أبطال ربع أو نصف أو ثلاث أربعة أو لفة كاملة أبطال نصف لفة لأنه مر بالاتجاه هذا ومر بالاتجاه هذا لكن لو انتقل إلى هنا فقط تسمى ربع لفة ولو عد هنا وهنا ثم هنا تسمى ثلاث أربعة لفة ولو عاد إلى مكانه بلفة كاملة تسمى لفة كاملة يا أبطال شوف نموذج ثاني يا أبطال كان مواجه لنا يا أبطال نشوف ثم تحول إلى الجدار هنا يكون مر باتجاهين فمعناتها تكون نصف لفة أما إذا وصل إلى هنا يا أبطال ستكون ثلاث أربع لفة وإذا فقط التف إلى اليمين أو إلى اليسار جهة واحدة يا أبطال تكون ربع لفة وإذا أخذ اللفة كاملة أكيد تصنف لفة كاملة يا أبطال نشوف إلى ارتكاز على المشط نشوف هنا تحت يا أبطال ارتكاز على مشط قدم واحدة ومن ثم محاولة الدوران حول محور الجسم الطولي يا أبطال من الثبات وليس من الحركة من الأخطاء الشاي عدم التدرج عند أداء المهارة يجب علينا أو شيء نوقف من الثبات يا أبطال نقف على مشط القدم ومن ثم الدوران من خلال ربع لفة ثم نصف لفة ثم ثلاث أربع لفة ثم لفة كاملة لا ينفع نبدأ من الصعب دائما يا أبطال نتدرج دائما من الساهل إلى الصعب الوقوف على كعب القدم وهذا خطأ يكون الوقوف على مشط القدم يا أبطال ولا يكون على كعب القدم الدوران والقدم كامل على الأرض كذا نكون ما أثبت أنه يكون الدوران على مشط القدم ولا يكون القدم كامل على الأرض أو تقف على كعب القدم بل يكون على مشط القدم يا أبطال بعد ذلك تخلنا على درس الجريب الكرة وأكيد أنه له اقتران كبير في رياضة كرة القدم ماذا نقصد بالجريب الكرة؟ من أهم المهارات الأساسية التي يجب على كل لعبي كرة قدم معرفة الطريقة الصحيحة لأدائها بشكل صحيح الجري بالكرة من مهارات التحكم والسيطرة نلاحظ هنا صنفها من مهارات التحكم والسيطرة المتقدمة إذ تطلب الجري بالكرة إجادة الطالب أو الطالبة مهارات متعددة منها الجري وركل الكرة الثابتة عند الجري بالكرة يمكن استخدام وجه القدم الداخلي أو الخارجي نلاحظ هنا قلنا عندنا الجري وركل الكرة الثابتة مهارتين في مهارة واحدة يا أبطال استخدام وجه القدم الداخلي أو الخارجي مع التركيز على الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي أو مقدمة القدم معناته استطيع استخدام وجه القدم الداخلي استطيع استخدام وجه القدم الخارجي ولكن التركيز يكون أكثر على القدم الداخلي أو مقدمة القدم يرعى الجري بالكرة أن لا تبتعد الكرة عن القدم كثيرا يجب أن تكون قريبة للقدم وإن أمكن أن تلمس الكرة كل أربع أو ثمان خطوات بالكثير يا بطل ويتم الجري بالكرة للأمام ويكون نظر متجه للأمام وليس متجه للكرة هذه أبطال من الأشياء الأساسية في كرة القدم المشي بالكرة أو الجري بالكرة أكيد رح يفرق من خلال موضوعك في الملعب لما تكون منطلق في هجمة إلى مرمى الفريق المنافس أكيد أنك رح تمد الكرة لكن حاول إنما تكون لمس الكرة كل عشر أو اثنى عشر خطوة لا يجب أن تكون من أربع إلى ثمان خطوات فإذا مديت الكرة بشكل كبير رح تسهل على المنافس قطع الكرة بكل سهولة يا بطل لذلك حاول السيطرة على الكرة بالقدم الأهم من ذلك النظر دائما لو نلاحظ الآن لو قلتك أمسك كرة وحاول أنك تمشي بها أغلبكم يمشي ورأسه دائما للأسفل النظر دائما يكون للأمام يا بطل ولا يكون للأسفل أبدا يا بطل أيضا تكون لمس الكرة بوجه القدم الداخلي أو بمقدمة القدم أو وجه القدم الخارجي لكن نركز على وجه القدم الداخلي أو مقدمة القدم يا أبطال كذا نكون عرفنا جري بالكرة و ركل الكرة الثابتة واستخدام مهرتين و إدخالهم في كرة القدم يا أبطال مستقبلا نشوف هنا أول تمرين نستطيع أداءه محاولة محاكاة الجري بالكرة نشوف هنا محاولة الجري كأن في كرة يا أبطال نظرا للأمام يحاول يجري بدون كرة و هذا أول المهارات أو أول تمرين تستطيع أداءه تستطيع أداءه الآن يا بطل و أنت تشاهد الدرس حاول أنك تأدي نفس الفيديو المرفق أمامك أبطال بعد ذلك نحاول المشي بشكل بطيء جدا بإدخال كرة و الجري بوجه القدم الأمامي و نلاحظ النظر دائما للأمام نشوف يحاول لمس الكرة مع كل ثلاثة و أربع خطوات نشوفه قاعد يلمس الكرة لأنه قاعد يجري ببطء يا أبطال بدأنا بدون كرة ثم بدأنا نجري ببطء بكرة و بعد ذلك يا أبطال بعد ما تجوزنا الجري ببطء بكرة نحاول الجري بسرعة يا أبطال الجري بسرعة يا أبطال نشوفه هنا جري بسرعة نحاول أننا ما ننزل رأسنا للأسفل كثيرا يكون النظر للأمام قدر المستطاع يا أبطال حتى لا نفقد الكرة و حتى نطلع على الملعب حتى نشاهد المنافس معناتها أول تمريم معنا نحاول نحاكي وجود كرة و نجري بدون كرة يا أبطال بعد ذلك نجري ببطء بإدخال كرة معنا يا أبطال بعد ذلك نجري بسرعة كما هو الفيديو كلما أتقننا أداء المهارة كلما زدنا السرعة بعد ذلك محاولة الجري مثلا بوجود منافس يا أبطال من الأخطاء الشائعة عدم التدرج عند أداء المهارة نحاول تطبيقه بشكل سريع غلط أول شيء مثل ما قلنا تمريم بدون كرة ثم جري ببطء ثم جري بسرعة النظر للكرة عند أداء المهارة قلنا النظر يكون للأمام ابتعاد الكرة عن القدم كثيرا وهذا من الأخطاء قلنا لازم كل أربع أو ثمان خطوات في ختام مراجعتنا يا أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا في مراجعتنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله